السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء الصف التاسع والعاشر حياكم الله بمتابعة دروس التربية الإسلامية وخاصة مادة التلاوة وهيا بنا طلاب الأعزاء نراجع سويا المدود ونبدأ بالمد الأصلي أو ما يسمى بالمد الطبيعي يتطلب منك عزيز الطالب أن توضح مفهوم المد وحروفه وتميز بين أقسام المد تتلو الآيات القرآنية مطبقا أحكام المد بشكل سليم في بداية الأمر تعريف المد المد لغة المط والزيادة واصطلاحا إطالة الصوت عند النطق بأحد حروف المد الثلاثة وهي الألف الساكن المفتوح ما قبلها انظروا مالك مالك الواو الساكن المضموم ما قبلها قالوا خيرا الياء الساكن المكسور ما قبلها الذي يؤتي يؤتي وهي مجموعة بشروطها في قوله تعالى نوحيها أو في قوله أوذينا أوذينا تمام انظروا هناك بعض الآيات ويوجد فيها موضع المد وحرف المد إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى يهدي 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 ما قبلها مكسور ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات الصالحات ألف ساكنة ما قبلها مفتوح أنظروا ملحقات المد الطبيعي أو ما يسمى بالمد الأصلي هذه الأنواع ملحقة بالطبيعي لأن لها أحكام المد الطبيعي فتمد حركتين فقط وتنطبق عليها شروطه فلم يأتي بعد حرف المد فيها همز أو سكون وهي خمسة أنواع مد البدل وهو إطالة الصوت بحرف من حروف المد الثلاثة إذا تقدم الهمز على أحدها في كلمة وليس بعد حرف المد همز أو سكون وحكمه المد بمقدار حركتين كالمد الطبيعي سمي بمد البدل لأن حرف المد فيه مبدل عن الهمز غالبا إذ أن أصلا كل بدل هو اجتماع همزتين في كلمة الأولى متحركة والثانية ساكنة فتبدل الهمزة الثانية الساكنة حرف مد من جنس حركة الهمزة الأولى تخفيفا انظروا كيف ذلك الآن إذا كانت الأولى مفتوحة أبدلت الثانية ألفا انظروا آمنة فآمن الهمزة الأولى مفتوحة نعم فأبدلت الهمزة الثانية إلى ألف انظروا المثال الآخر أوتو الهمزة الأولى مضمومة فأبدلت الهمزة الثانية وون إيمانا الهمزة الأولى مكسورة وأبدلت الثانية ياء تمام موضع المد الطبيعي أو الملحق به في الآيات بلى بلى مد طبيعي ألف وما قبلها مفتوح إن ربه كان به بصيرا تمام ربه كان انظروا هنا مد صلة صغرى أتت الها وما بعدها واو المدية ولا يوجد بعدها همز إذن مد صلة صغرى بصيرة بآيات مد بدل أبدلت الهمزة المفتوحة حرف مد كفروا الطبيعي من الآيات التالية مثالا لما يلي فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم مد طبيعي ومد حركتين فتاب مد بدل آدم كن الهمزة الأولى مفتوحة والثانية ساكنة فأبدلت الساكنة بالفتحة كما في حركة الأولى مد صلة صغرى ربه كلمات إنه هو هذا ما يلحق في المد الطبيعي دمتم بحفظ الله ورعاية إن شاء الله نكمل سويا في حصة زوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر